انطلقت في محافظة الحديدة الحملة الخاصة بتنظيف السجون خلال شهر رمضان المبارك التفاصيل مع مراسلتنا لمياء الأديمي تحت شعار خلف القبان يوجد إنسان دشن وكيل محافظ محافظة الحديدة ومدير عام صندوق النظافة والتحسين حملة النظافة في الإصلاحية المركزية بالحديدة كما تهدف الحملة التي نفذها على مدى أسبوع مؤسسة السجين الوطنية بالشراكة مع صندوق النظافة والتحسين والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إلى نظافة الإصلاحية ومكافحة الأوبئة في كل مرافقها رغم كل الظروف الأوضاع لنعيشها في داخل البلد لكن استطاع فعلا بأنه ينظف مدينة الحديدة من كل القمائم ومن كل الخاذورات أشاد وكيل المحافظة بجهود مؤسسة السجين في تنفيذ مشاريع خدمية للنزلاء كما أشار أن الحملة ستستمر بدعم من صندوق النظافة حيث سيتم اختيار عشر نزلاء لرفع المخلفات بأجور رمزية بهدف استمرار النظافة بالإصلاحية الهدف من رفع المخلفات وتوزيع حقائب أدوات النظافة للنزلاء حيث كل نزيل يتم تسليم له حقيبة النظافة تكون من صابون قسم وصابون ملابس إضافة إلى توزيع لكل مرافق السيجن والعنابر بوالد ومكانس ومساحات وصوابين وديتول وفلاش وكل مستلزمات النظافة حيث أشار مشرف الحملة ومدير العلاقات في الإصلاحية أن الحملة تشمل توزيع حقيبة نظافة وتحتوي على معدات نظافة شخصية وعامة للنزلاء والعنابر ضمن جهود تعزيز النظافة في الإصلاحية لم ينأديم لقناة اليمن من اليمن محافظة الحديدة